سأبقى أقول من بغداد دائما لأن بغداد لا تعني المكان الذي نكون فيه أو نطل منه لأن بغداد هي القلب وهي الروح وهي الجسد وهي الشيء الذي يمتلكنا أينما كنا سنقول من بغداد لأنني أرى كل العالم بغداد وكل أرض هي بغداد أحييكم مشاهد التغيير وأنا أطل عليكم من جديد في متابعة للتظاهرات ولثورة تشين المباركة التي عادت اليوم بصورة بهية جلية واضحة المعالم أنذروهم وعادوا إليهم قالوا وفعلوا وعدوا وصدقوا وما زال في الطرف الآخر الحكومة تسير كس الحفات ظنّا منهم وكما تعودنا عليهم أنهم دائما يخدعون أنفسهم قبل غيرهم راهنوا كثيرا مرة على الأنواء الجوية والأمطار والسيول والبرد ومرة راهنوا على الزمن وهذه المرة هم يراهنون على أنفسهم على أنفسهم وعلى ما تبقى لهم اليوم عاد الثوار وعادت السلطة مرة أخرى بغازها الخائب وبرصاصها الزائف وبالمواجهات قلناها وعلى مدى سنين طويلة أيها الناس الأحرار لا يردعهم الرصاص ولا تخيفهم القنابل ولا الملثمين ولا الكواتم قالوها بصوت عال وبصدور عامرة بالإيمان إن كنتم رجالا واجهونا وأن كنا على خطأ فحدثونا تعالوا إلينا إن كنتم رجالا كل الذي طلبه المتظاهرون أنهم أرادوا وطنا استلبه السراك في صحوة ضمير عالية أذهلت كل العالم وأذهلتكم أنتم لأنكم راهنتم على شعب عمره سبعة آلاف عام وأنتم جئتم بلا تواريخ وبلا ذاكرة نحن كشعب لم نتفاجئ مما يحصل لأن ما يحصل نحن جزءا منه يمثلنا ونمثله وبعد هذه الصور ونحن ندخل في الشهر الرابع ما الذي تبقى لديكم كل أنواع الكذب سمعنا كل أنواع السخرية سمعنا كل الكواتم شفنا كل الكتل شفنا كل التهجير شفنا كل الموت شفنا كل شي شفنا في ظل هذه المرحلة أفتونا آتونا بجديدكم إن كان لكم جديد أخوان الدولة ما تدار بهذه الطريقة والشعوب الحرة لا تعامل بهذه الطريقة كونوا أحرارا في دنياكم وعندما تريدون أن تقرروا لمصلحة بلد أقعدوا بلدانكم وقرروا مو تروح وراء الحدود واتغرد مو تروح وراء الحدود والسولف أقعد وياها لك اتعلموا من هاي الرجال اتعلموا منهم الشرف اتعلموا منهم البطولة اتعلموا منهم الإصرار وواحدهم ما بجيبه ربع دينار وملكتم ما ملكتم وتبا لكم ولما ملكتم